إذا كان مجيئي إليكي نقمة أم لعنة أم خلاص أوه يا حلب يا شرحي ويا فخري ويا عاري أوه يا سبية سمعت صوتها فاستنجد ولم أقوى على نجدتي تسقطين بين أين العدن وتبقين شاهدة على أننا في عصر لا ينجد العربي أو المسلم أخاه العربي أو المسلم اشتد المرض على سيف الدولة في أواخر أيامه حتى انتهى إلى غاية الضعف لكنه رغم ذلك استمر يرسل العساكر لحرب الروم ودفعهم بعيدا عن حدود إمارته وعن حدود الدولة العباسية عموما وفي عام 356 الموافق 967 ميلاديا توفي سيف الدولة في حلب ونقل جثمانه بعد الصلاة عليه إلى ميافارقين حيث دفن هناك إلى جانب والدته وشقيقته وقيل أن طوبة وضعت تحت رأسه في قبره صبت من بقايا درعه الذي تكسر لكثرة ما تلقاه من ضربات في معاركه معاركه المتكررة خلال حياته مع الروم ويقال أن سبب مرضه وموته هو الفالج الذي أصابه عندما عاد ورأى حلب كيف أصبحت بعد أن دخلها الروم وقتلوا أهلها وهدموا دورها وعاثوا فيها فسادا أياما والسبب ذلك تحدثنا عنه في الفيديو السابق فبعد كر وفر بين سيف الدولة والروم استطاع الروم الوصول إلى حلب واشتياحها وقتلوا معظم سكانها وهدموا جزءا كبيرا من المدينة وكانت جرائمهم في حلب في غاية القذارة فاغتصبوا عددا من النساء وقتلوا مجموعة من الأطفال الذين لم يتمكنوا من الفرار من حلب وهدموا المساجد ونصبوا أعلاها الصليب ودنسوا الأماكن المقدسة عند المسلمين فعندما رأى سيف الدولة كيف كانت حلب وكيف أصبحت بعد دخول الروم أصابه الفالج ومات شكلت وفاة سيف الدولة خسارة جسيمة ألمت بالمسلمين عامة والعرب خاصة لأنه كان قائدا شجاعا محنكا قضى حياته مجاهدا ومدافعا عن الحدود الإسلامية ضد البيزنطيين واستطاع بفضل مهارته العسكرية أن يتصدى لأعدائه في الداخل والخارج ولم يكن ابنه وخليفته على المستوى نفسه من الإقدام والشجاعة والتدبير ما أدى إلى ضعف الإمارة الحمدانية وتراجع قوتها فطمع فيها عمالها الذين تنازعوا فيما بينهم وخرجوا على أسيادهم وطمع الروم كذلك فيها الذين استغلوا تفكك وحدتها للاستلاء على المزيد من الأراضي الإسلامية وطمع الفاطميون كذلك الفاطميون الطامعون في ضم الشام ونشر نفوذهم ومذهبهم الشيعي الإسماعيلي في ربوعها وبعد وفاة سيف الدولة خلفه ابنه أبو المعالي سعد الدولة وهو الإبن الوحيد الباقي على قيد الحياة من أولاده وكان يقيم في مية فارقين نائبا عن أبيه على ديار بكر وفي عام 356 هجريا دخل سعد الدولة إلى حلب فاستقبله سكانها بكل مظاهر الترحيب فزينوا المدينة وضربوا القباب وواجه سعد الدولة في بداية حياته السياسية مشاكل خطيرة كان أولها خروج ابن عمه حمدان بن ناصر الدولة على حكمه وكان يتولى نصيبين وماردين والرحبة من أعمال الجزيرة الفراتية فاستغل وفاة عمه وأضاف إلى أملاكه الرقة والرافقة ولم يكن سعد الدولة في وضع يسمح له بالتصدي لابن عمه في ظل عدم استقرار الوضع الداخلي للإمارة غير أن الصراع الداخلي في الموصل بين أبناء ناصر الدولة أجبر حمدان على ترك مدينتي الرقة والرافقة ولم يمضي ثمانية أشهر على وفاة سيف الدولة حتى واجه سعد الدولة مشكلة أكثر خطورة فقد خرج عليه خاله أبو فراس الحمداني وكان آنذاك في حمص وبعث سعد الدولة إلى خاله أبي فراس بالحضور إليه فرفض ذلك وانحاز أبو فراس إلى قرية صدد وتحصن فيها ويبدو أنه أذى أن يكون مجرد عامل لابن أخته وهو أكبر منه سناً وأقدر على إدارة الشؤون العامة وبخاصة أن له فضائل في الحفاظ على كيان الإمارة الحمدانية كما استاء من تحكم الغلمان واستبداد الحاجب قرغويه بشؤون الإمارة في ظل ضعف سعد الدولة ومهما يكن من أمر فقد ارتاب سعد الدولة في تصرف خاله ورفض الحضور إلى مجلسه وشك في أمره فقرر التخلص من أبي فراس والواقع أنه دفع للقيام بذلك من قبل قرغويه الحاجب الذي خشي من طموح أبي فراس الذي يشكل خطراً على نفوذه ولعله أوهمه بأن خاله يطمع في حكم الإمارة وخرج سعد الدولة من حلب متوجهاً إلى سلمية التي اتخذها قاعدة انطلاق لحرب خاله فجمع حوله الأعراب ثم أرسل الجيش بقيادة قرغويه إلى صدد أرسلهم للإصطدام بخاله أبي فراس وبعد مناوشات لم تستمر طويلاً هال أنصار أبي فراس ضخامة جيش قرغويه فاستأمن معظمهم وانحازوا إليه ولما وجد أبو فراس نفسه مع قلة من أعوانه خاشي على نفسه واختلط مع الذين استأمنوا لكن قرغويه عرفه فأمر أحد غلمانه بقتله فضربه بدبوس مدرس على رأسه فسقط أبو فراس من على دابته ومات ونزل الغلام على رأس أبي فراس وحزه وحمله قرغويه إلى سعد الدولة والراجح أن قرغويه تصرف بعملية القتل من دون علم سيده وقيل أن خبر مقتل أبي فراس لما بلغ شقيقته أم الحسن وهي والدة سعد الدولة كاد أن يفقدها صوابها بحيث ندبته ولطمت نفسها حتى فقئت عينها كان قرغويه الحاجب يخطط للاستقلال عن الإمارة الحمدانية منذ وفاة سيف الدولة وطمع بخلع طاعة الأسرة الحمدانية وطردها من حلب والاستقلال بهذه المدينة فاستغل ضعف سيده الذي فقد ثقة شعبه واحترامه بفعل عدم جديته في الجهاد والتصدي للبيزنطيين الذين كانوا يهاجمون الأراضي الإسلامية واستقطب الحلبيين بعد أن أوقفهم على ما تتعرض له مدينتهم من الخطر البيزنطي وبما قام به من إصلاحات في القلعة وتحصينها وعمارة أسوار البلدة ثم انتهز قرغويه خروج سعد الدولة إلى بالس لصد البيزنطيين فاغتصب قرغويه السلطة وكتب إلى سعد الدولة يقول انضي إلى والدتك فإن أهل حلب لا يريدونك ولا يتركونك تعود إليهم وتعاون قرغويه مع غلام آخر يدعى بجكور على تنفيذ هذه المؤامرة واقتسم السلطة في حلب وجرت دعاء لهما على المنابر وظلت بعض المدن في شمال الشام على ولائها لسعد الدولة وتدين بالطاعة له ومنها معرة النعمان التي يحكمها أحد غلمان سيف الدولة ثم سار سعد الدولة إلى المناطق المبايعة للدولة الحمدانية كمعرة النعمان وحما ومنبج فجمع فيها أنصاره وتوجه إلى حلب لطرد قرغويه وحاصر حلب في شهر رمضان من عام 358 ويبدو أن قرغويه كان عاجزا عن التصدي لقوته فالتمس المساعدة من البيزنطيين فأرسلوا إليه جيشا بقيادة بوتروس فوقاس التربازي ولما علم سعد الدولة بقدوم الروم فك الحصار عن حلب وانسحب إلى معرة النعمان وهاجم البيزنطيون أنطاكية مستغلين تفتيت وحدة الإمارة الحمدانية بفعل النزاع الأسري وضياع هيبة الدولة وما لبث الشقاق أن وقع بين قرغويه وبججور بسبب الاستئثار بالسلطة فقبض الثاني على الأول وأودعه في السجن في قلعة حلب في ظل انصراف الإمبراطورية البيزنطية عن تأييد قرغويه نظرا لما ساد من الفتن الداخلية في بيزنطة بعد وفاة الإمبراطور يوحنة وفي هذه الأثناء عندما كان قرغويه يتحارب مع منافسه في الدولة الحمدانية استدعى أنصار قرغويه ساعد الدولة إلى حلب وطلبوا منه القدوم وتخليصهم من قرغويه وكان ساعد الدولة آنذاك في حمصة يراقب تطور الأحداث فسار إليهم ساعد الدولة مع أنصاره وضرب الحصار على حلب طيلة أربعة أشهر ثم دخلها بمساعدة أهلها الذين ملوا الفتن والاضطرابات كما أنهم استاءوا من تعاون بججور مع الروم واستسلم بججور لسعد الدولة مقابل الأمان له ولأهله فمنحه سعد الدولة ما طلبه واستقره بحلب بعد استقرار الأمر لسعد الدولة في حلب تعرض لضغط بيزنطي ضمن محاولة الروم السيطرة على حلب أو فرض حكم موال لهم فيها كي تجعل بيزنطة بينها وبين العالم الإسلامي حاجزا يقيها أي هجوم على آسيا الصغرى فاضطر سعد الدولة إلى التماس رضى الخليفة الفاطمي أبي منصور وكسب تأييد الفئة الشيعية الإسماعيلية القوية في حلب كل ذلك في سبيل حماية إمارته فاعترف بسيادة الفاطميين وخطب لهم على المنابر وأضاف إلى الأذان هذه العبارة حي على خير العمل محمد وعلي خير البشر والحقيقة أن سياسة الفاطميين في الشام انطلقت من عاملين عامل عقائدي وسياسي فقد استهدفت الدولة الفاطمية السيطرة على العالم الإسلامي وإسقاط الخلافة العباسية وشكلت حلب طريقا طبيعيا إلى العراق وكانت السياسة الفاطمية استمرارا للسياسة الخارجية لأي حاكم اتخذ من مصر مقرا له منذ أقدم العصور فيجب على من يحكم مصر أن يحكم الشام معها لحماية دولته فلم تدخل القوة الفاطمية حلب في ذلك الوقت بسبب المشكلات الداخلية في الدولة الفاطمية ونمو القوة الإمبراطورية البيزنطية وكراهية سكان الشام للفاطميين لأسباب مذهبية ودينية واقتصادية وإدارية أرغمت هذه الظروف الصعبة الدولة الفاطمية على التغاضي عن سياستها المذهبية وتبني سياسة واقعية مع الدولة الحمدانية وقد عبر عن هذه السياسة الوزير الفاطمي يعقوب بن كلس في وصيته للخليفة العزيز بالله حيث قال سالم الروم ما سالموك واقنع من الحمدانية أمراء حلب بالدعوة والسكة أي بالدعوة للفاطميين على المنابر وضرب أسمائهم على النقود وعلى هذا الأساس تساهلت الدولة الفاطمية في قيام حكم مستقلا في حلب ولكن عندما رأى الخليفة الفاطمي العزيز بالله انتظام العلاقات بين الدولة الحمدانية والعباسية أغاضه ذلك وتطلع إلى الاستلاء على إمارة حلب وفي هذه الأثناء كانت الدولة البيزنطية تتحين الفرص لتدخل مجددا في شؤون الإمارة فأرسل الإمبراطور البيزنطي قوة عسكرية من اللاذقية أغارت على مدن الساحل الشامي وقام الفاطميون بالرد على هذه الغارات ووصلوا إلى نواحي أنطاكيا غير أن قواتهم ردت على أعقابها ووصلت فلولهم إلى ترابلس الشام فقام واليها بمهاجمة اللاذقية وتمكن من إلحاق الهزيمة بالقائد البيزنطي وأسره واستولى على المدينة وأتاح هذا الانتصار للفاطميين بأن يخلصوا المدن والحصون الساحلية من أيدي الروم وتمكنوا من الاستلاء على حصن بانياس حدث ذلك في الوقت الذي ساءت فيه العلاقة بين سعد الدولة وبين عامله على حمص بشكور الطامع في استعادة سيطرته على حلب فأجبره الأمير الحمداني على التخلي عن حكم حمص فكتب بشكور إلى الخليفة الفاطمي العزيز بالله يطلب منه منحه ولاية دمشق ومساعدته في الاستلاء على حلب فاستجاب الخليفة الفاطمي لطلبه وكتب الخليفة الفاطمي إلى والي دمشق بأن يسلم دمشق إلى بشكور وأن يمده بقوة عسكرية من دمشق لقتال سعد الدولة وعبأ بشكور قواته وزحف إلى حلب وحاصرها ولم يكن أمام سعد الدولة لدرء هذا الخطر الذي هدد حكمه سوى التماس المساعدة من البيزنطيين لأن البويهيين كانوا آنذاك منهمكين في نزاعاتهم الداخلية التي أفقدتهم وحدتهم فلم يستطيعوا التدخل في مجرى الأحداث التي كانت تجري لغير مصالحهم في شمال الشام فكتب سعد الدولة إلى الإمبراطور البيزنطي بشأن ذلك وخوفه من أن الفاطميين إذا نجحوا في أخذ حلب فإنهم سوف يهاجمون أنطاكيا ولما كان استلاء الفاطميين على حلب يهدد الإمبراطورية البيزنطية بشكل خطير لقربها من حدودها فأمد سعد الدولة بالقوة والعتاد وعلى إثر ذلك لم يتمكن بشكور والفاطميين من دخول حلب عنوة وبعد ذلك عاد بشكور وكاتب الخليفة الفاطمي بأن يمده بالقوة والجيش والعتاد وكاتب سعد الدولة الحمداني الدولة البيزنطية مرة أخرى فأمدت الدولة الفاطمية بشكور بقوة وجيش كبير وفي شهر محرم من عام 381 هجريا جرت بين الطرفين رحى معركة ضارية في الناعورة على مسافة ثمانية أميال من حلب دارت الدائرة فيها على بشكور وحلفائه وانتهت بمقتله أخيرا وقبض سعد الدولة على آل بشكور وصادر أموالهم وأهان رسول الخليفة الفاطمي الذي أتى يطلب منه إزالة ما ألحقه بآل بشكور من الأذى فأخذ سعد الدولة يهدد الدولة الفاطمية ويتوعدها بالغزو بعد ذلك توفي سعد الدولة وكان قد عهد إلى ابنه أبي الفضائل سعيد الدولة من بعده على أن يتولى كبير الغلمان أبو محمد لؤلؤ الوصاية عليه وأضحى لؤلؤ الحاكم الفعلية للإمارة الحمدانية في ظل حكم صبيا قليل الخبرة وتأرجحت سياسة سعيد الدولة الخارجية في المواربة بين القوتين الكبيرتين في المنطقة الفاطمية والبيزنطية ليحافظ على أراضي إمارته وبدت في عهد سعيد الدولة مظاهر الضعف بشكل أوضح بكثير بدت هذه المظاهر على جسم الإمارة بحيث أضحى زوالها أمر محتم وتوفي سعيد الدولة وزوجته مسمومين إما على يد إحدى جوارهما أو بإعاز من لؤلؤ الغلام الكبير وكانت وفاة سعيد الدولة بمثابة النهاية الفعلية لحكم الأسرة الحمدانية بحلب بفعل أن لؤلؤ أضحى حاكم الدولة يحكم باسم ولدي سعيد الدولة الصغيرين من دون أن يكون لأي منهما أثر في السلطة ولما توفي لؤلؤ استبدى ابنه منصور بالحكم وكان قصير النظر في السياسة كما كان مغرورا وسكيرا وظالما فأبغضه الحلبيون ولم يلبث أن قامت أمامه فتنة انطلاقا من قلعة حلب ذاتها أشعلها قائد القلعة فهرب مع أولاده وإخوته وبعض غلمانه إلى أنطاكيا فاستغل الفاطميون ذلك فأخذوا حلب وعينوا عليها واليا منهم وبذلك أصبحت المدينة جزءا من الدولة الفاطمية وانقرضت الإمارة الحمدانية بعد أن عمرت زهاء سبعين عاما ويذكر أن بني حمدان لما سقطت دولتهم في حلب انتقل قسم منهم إلى مصر مع الجيوش الفاطمية وفي عهد الخليفة المستنصر بالله كانت نهايتهم أما من بقي من بني حمدان مقيما بالشام فقد انتقلوا إلى الساحل وملكوا صورة وما حولها وما مر عليهم غير ستين أو سبعين سنة حتى انقرضوا بكاملهم إذ لم يعد أحد منهم يقول بأنه من بني حمدان ترجمة نانسي قنقر